الراديو 9090 هواها مصري كنت حوافق ومتكت نفسي اه كنت حوافق طبعا انت عارف ان ده كله ده بيبقى مقابل مدزي وكل ما يبقى عايزينك بيبقى عايزين فاو اكتر واكتر طبعا يعني وكان يعني كنت عملت قرية دي حالة انا مع باس مواهم بس انا اللي قابليها وهي كت عايزيني انا دايما الحمد لله رب نبي يقولك ايه بيوقف لي بلادي الحلال يعني دايما ما تتكلميش في التوقيت ده مثلا حد ينصحك حبيبتي بقى وحبيبي وكل صاحباتي وبتاعك دايما باخد رأيي اتنين تلاتة بصي العارف اللي حيقولولي حتى لو اني كزا فوشي فكان رفض تماما اختي صح مش عايزة اقول بقى عشان في حد في الواصل يعني مش عايزة اقول وعايزة اقول فهمها بس هي يعني ناس قريبة من الجنة قلت لي لا وانا كنت لسه بفكر ان انا طلع رد تخيالي ومعليش اسمحيلي انت كنت تطلعي ترد ان انت تم اقحامك في موضوع انت مش فيه انا مش معقول بقى ده لغاية دلو مدرح بقى اقحامي في موضوع انا مش فيه برضو لغاية اخر وقت وانت احسن حاجة ان انت دلوقتي دخلي من ودنه احنا شعب عصبي خدي بالك بطبيعته وشعب برضو فهمها يعني يسيبك اني ممثلة بني قدمة انا في الاول وفي الاخر صح فهمها ست في الاول وفي الاخر فهمها فهمها انا مش حزبة يعني مش حزبة اللي ممكن لو انا ثلاثة يحصل كده لكن لولا وجود صديقاتي جنبي اللي هما اختي واتنين صديقات مش عايزة اقول اساميهم بس ما بتاخدش منهم موقف انه هما قالوا لي لأ فما ردتش بقى تاني عليهم وما عملتش يمكن دي كت قطيعة بيني وبين شاخ الحر بصي انا شايفة من وجهة نظري ان انت ردتي بشغلك ودي حاجة بتاعت ربنا بقى والله العظيم مفيش حد بيحدد حيرد ازاي ولا هيا مشوف انت ما بتسأليه الحقيقة اقولتلك لأ انا كنت احطلع انت صريحة تبا بتجمليش الحقيقة او ما بتفكرش فيها قبل وتقولي مش مهم بس بقول الحقيقة مهم تقولي اللي في قلبك بالزبط تعليل نطلع فاصل ونرجع نكمل بقى في رغي جاب دقى حتى الرغي اللي في الكاوس سحينه قوي